كل الجمال والعسليات على احلى بنات معكم نونا من قناة عالم نونا القناة بتقدم ريفيوهات اه وفيديوهات كتيرة جدا عن العنايب البشرة ومسكات طبعية بعملها اه فلو اه عجب ايك تقناتي ما تنسيش تعملي سبسكرايب لها او اشتراك وكمان تفعلي علامة الجارز عشان يزهر لكل جديد انا بقدمه اه ولو عجبك الفيديو ده بليز اعملي لايك وشير مع صحاباتك وعملي فالو لحساب الانستجرام اللي هتلاقي اللينك بتاعه تحت عشان خاطر بقدم عليه كمان نصايح تانية وريفيوهات تانية كتير ويومياتي لو انت مهتما انك تعرفيها اه ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة اه زي ما انتو شايفين يا بنات دي المنتجات اللي انا هتكلم عنها زي ما زي ما انتو شايفين في عنوان الفيديو اسوأ منتجات انا استخدمتها اه من الميكوب في الفين وطمنتاشر هما مش كتير نوعا ما لان انا من نوع اللي بعمل بحس كويس جدا قبل ما اشتري اي حاجة ولو في حاجة انا مش عارفة عنها اه قوي يعني استنى لما يبقى فيه اوفر اه واشتريها وفيه للاسف حاجات انا سمعت عنها حاجات حلوة واشتريتها والبستها اه يلا بينا نشوف منتج منتج وايه اللي معجبنيش فيه بالزبط اول منتج هو ده يا بنات اه هو عبارة عن اه برايمر من مركز اسمها ايفيلاين كوزماتيك كوزماتيك اه اه ده عبارة عن برايمر سيليكون مكتوب عليه لونج لاستينج مات افكت سيليكون ميكا بيز اه ومكتوب في الحتة اللي مش باينا دي مش لسنستف سكن خالص بالعكس ده في حاجة عرقتلي وشي وشي التهب بطريقة غير طبيعية بجد تحسس غير عادي اول مرة احط حاجة على وشي ويحصل كده انا كان احيانا يحصل حبوب لكن فكرة انك كأنك بالزبط اه عارفين لما نموسي قرسكو وشيكو ويتحسس هو بالزبط ده اللي انا كنت فيه نارف وشي اه طريت احط كريم وده ضحيه عشان يهدى اه وعملي حبوب بعد كده ومن اسوأ الحاجات اللي انا استعملتها ومنصحش خالص يا بنات ان انتو تستعملوها اه نيجي بعد كده للتلات منتجات دول المشترك فيه من هما منتجات لرسم الحواجب اه اول منتج ده من اسنس اسمه اسنس ايبراو جيل اه كالر انت شيب اه للأسف سيء جدا بينشف وبيقطع يعني لما تيجي ترسميه بفرشة اولا هو ناشف ثانيا اه مش عارفة هيبن لغو كده بليز اعملي فوكس سويني ازبط الفوكس اه ام والسوء يعني اختفى اسزة مجرد بس ما عملت كده اه هو سيء جدا معجبنيش خالص غير ان هو مش سابت ومش سهل خالص مش مريح في الرسم جربت معاي كزا طريقة او كزا فرشة للأسف معجبنيش خالص تاني حاجة تقريبا ده برضو نفس الفكرة بس على قلم صراحة مش عارفة هم عاملينه يترسم بي زي او مش عارفة اصلا انا اشتريته ازاي يعني اه اسمه تقريبا نفس التكستشور بتاع اسنس ما فيش لسبات وغريب كده يعني غريب مش عارفة ارسم بيه كمان بيتمسح بسرعة جدا يعني فمعجبنيش خالص نيجي بعد كده للألم ده من كاتريس وده انا كنت عملته عنه ريفيو في منتجات كاتريس فلو حبت تروحي ترجعي ليه ريفيو منتجات كاتريس اللي انا عملتها قبل كده هسيب لكم اللينك بتاعها فوق اه ده الم برضو كنت جايبا من كاتريس عيبه ان هو ناشف جدا اه لما تيجي تشايفين انا بحاول ان مرره على ايدي مفيش ما بيرسمش غير حاجة خفيفة جدا طبعا ده انت عشان تعرف ترسيمي بيه حواكبك هيكون نص شعر حواكبك تار فما نصحش بيه اطلاقا لانه بينشف جدا بعد كده هتكلم على الليبستيكس دي اول واحد من فلورمار اه اكستريم مات ودركته تلاتة هو دركته تحفظ بصراحة يعني انا حبيته جدا درجة نيود اللي هي بين البيج وبين الروز لكن عيبه ان هو على الشفيف ناشف جدا يعني ده بقى له فترة ناشف مش مريح خالص على الشفيف حتى لو مترتبة تحس ان انت بيتعفري عشان اه تطلعي اللون اما ده برضو كنت عملتلكم عنه قبل كده في منتجات اسنس وبردو اللي عايزة ترجع ل منتجات اسنس اللي انا كنت عملتها قبل كده هتلاقي اللينك ظهر له فوق ام ده زي ما قلتلكم عيبه انه بيبقع خالص اه يعني لونه مش موحد على الشفيف لما تيجي تعملي بيه اه تحطي بيه الروج يعني مش اه لا مش مش بيطلع لونه حلو كده وسموذ لا تلاقيه حتة فتحة وحتة غمقى فمعجبنيش خالص نيجي بعد كده للقلم ده من اسنس ام هو اوتوماتيك وانا بفضل كل الام من الكحر الاوتوماتيك من اسنس ما عادة ده لان عيبه انه هو لونه مش حلو على كده شوية مش نيود آآ وكمان عيبه ان هو مش ثابت جوه العين ممكن تجرب به على ايدك تلاقيه ثابت لكن جوه عينك حاجة تانية خالص مع الوقت بيبتدي ان هو هيسيح ويتمسح فما انصحش فيه خالص انصح بالتاني اللي هو بتاع اسنس اللي هو بيتبري اللي هو مشهور جدا عنهم درجته احلى وثابته احسن جوه العين بعد كده الكونسيلر ده من انجلوت اسمه كريم كونسيلر اي ام سي درجته تمانية وخمسين آآ وادي براند انجلوت اهو آآ عيبه عبارة عن زيت يعني زي ما انتو شايفين كده هو زيت سيء جدا ككونسيلر تحت العين هيزيتلك يعني حتى مش من نوع المع الوقت بينشف لأ خالص انت حطتيه هيفضل مزيتلك تحت عينك مش مناسب خالص ككونسيلر لكن ككوركتور حوالين لو انت مثلا فيه مناطق عايزة ترطبيها وفي نفس الوقت تصلحيها في وشك لأ ده حلو يعني منطق حوالين الفم كده ده بالنسبة لي حلو بس تعمله لكن غير كده تحت العين سيء جدا وتقيل كمان جدا تحت العين فمش مناسب خالص بعد كده بالت الكوركتور دي من من هي اسمها فيها المفروض ان ده بيدي اضاءة ده اللي من هو عشان خاطر لو عندك احمرار بقداريه ده بيعمل كفر يعني ككونسيلر وده التلاتة ما لهمش لازمة التلاتة من اسوأ الحاجات اللي استعملتها فورميلة ناشفة جدا وبتقطع يعني انا بصراحة مش عارفة ده بيعمل ايه يعني مش سموز خالص انك تدميجيه تحت عينك لأ ما عجبنيش ده غير انه هو كمان الهايلايتر اللي فيه عبارة عن آآ آآ على على فضي كده فبرضو ما عجبنيش يعني حاولت استعمله بكل الطرق للاسف ما انفعش معايا ناشف جدا تحت عيني وفورمي لأ لأ مش مريح يعني ما ما انصحكيش خالص ان انت تشتريه خاصة ويتن وايلد من الماركات اللي تتبع اونلاين بالزات في مصر في دبي هنا آآ ممكن تلاقيها في اي مكان لكن في مصر فهتشتريه غالي فلو انت عايزة حاجة بتعمل كده لأ مش خالص ما انصح احكيش بيها. اخر حاجة هي دي من الف هي عبارة عن بلت آآ آآ بلاشر آآ في نفس الوقت. آآ ودي كده درجاتها زي ما انتم شايفين. ده البلاشر وده البرونزر. انا اشتريتها اونلاين للأسف. آآ آآ عبها ان هي آآ كريمي فتسيب طبقة زيت كده على الصاطح بتاعها. غير ان هي بتاعها مفيش خالص. آآ لما بتيجي تدمجي دمجها مش سهل. يعني هي عالقيت حاجة وعالوش حاجة تانية خالص. الاسوأ بقى من ده كله ان هي بتعمل حبوب. عملتلي حبوب طريقة مش ربعية بسبب وجود في مادة زيتية فيها. يعني انا مش عارفة. مش بينلكو بس. المراية هنا عليها طبقة آآ زيت. يعني عاملة عليها شايفين اللمعة في ايدي. عاملة طبقة زيت. فطبقة الزيت دي تقريبا هي السبب في ان هي بتحبب البشرة جدا. فانا ما نصحش بيها خالص يا بنات البلت دي. آآ لانها بترمي فلوس على الارض. غير ان هي تأذي بشرتك. الوانها سيئة. دمجوه مع البشرة سيئ جدا. جربتها بكزا نوع فرشة ما نفعلش معي. لو انت عايزة تشوفي مفاصل لها هتلاقيها على صفحة الانستجرام عندي. انا كنت عاملة عنها بوست. آآ وبس. آآ بس يا بناتب كده كده اكون آآ خلصت ريفيو اسوأ منتجات لالفين وتمنتاشر للميجاب. اتمنى ان يكون الفيديو آآ افادك. آآ واتمنى ان انت مشتريش المنتجات اللي انا اتكلمت عنها دي خالص. آآ آآ وبس كده يا بنات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد. آآ من فيديوهات وريفيوهات على منونا. وباي باي.